أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين شيتوس إحنا فترة طويلة جداً خلينا نبدأ باللي أنت قلته أنت بدأت حياتك الإعلامية في قناة الأهلي آه يمكن جات لي الإصابة بالرباط الصليبي ثلاث مرات هي دي اللي خلتني أنه أنا أخذ قرار أنه أنا والله ما أخذش قرار أنه أنا بطل كورة بس أخذت قرار أنه أنا أتأهل بهدوء شوية وجات لي مكالمة ساعتها من أستاذ مصطفى جمعة كان هو المتولي رئاسة قناة الأهلي آه قال لي أنا عايز أعود معاك المهم روحت عادت معايا قال لي فيه برنامج عايزك أنت لتقدمه قلت له بس أنا لسه بطلتش قال لي أنت مش بتتأهل وكنت بالعكازات رحت قابلته في المكتب بتاعه بالعكازات هنا في القناة فقال لي ده برنامج حلقة في الأسبوع فتعال شوف الدنيا فيها لغات ما تبقى كويس عملت الحلقة عايز أقول لك إسلام أن أنا من أول لحظة قال لي أنت مش هتسجل أنت تطلع هوا وطبعا طروع هوا ده بيبقى حاجة صعبة حاجة مش سهلة على أن واحد بيبدأ حياته الإعلامية يطلع هوا فطلعت هوا الحمد لله من أول يوم وعملت البرنامج قد انطباع للناس بقى أن أنا بتطلط اه يعني دي كانت من ضمن الغلطات لو رجع بقية الزمن ممكن ما كنتش أعمل ده فعلا؟ اه ما كنتش أعمل ده في الوقت ده لأن الناس بتاخد بالمظهر تكن عندك كم سنة ساعتا؟ 28 الناس بتاخد بالمظهر فأقال لك أنت بطلت خلاص وأنا بيني وبينك الإصابة هدتني يعني تلاتة صليبي في سنة ونص وعمليات كتير وصفر وكده فلاقيت الموضوع في الإعلام سهل أنت قاعد في الستوديو بتتكلم بتنتقد بتمدح بتعمل كل حاجة والموضوع أسهل طبعا فيه فرق مبدي كبير ما بين أي لعب كرة ما بين إعلام عشان ما حدش يفتكد الإعلامين يعني الدنيا مهما كان اللعب الكرة هو المختلف الوحيد اللي موجود في المنظومة طبعا حتى مختلف عن المدرب يعني المدرب بالنسبة لأسعاره مختلف خالص عن لعب الكرة فبدأت حياة الإعلامية من هنا من قناة الأهلي برنامج اسمه النجوم بكرة يمكن التطور بتاعته دلوقتي البرنامج اللي بيقدمه إسلام اللي بيقدمه إسلام اللي بيقدمه إسلام حسني الأشبال وبرنامج مميز جدا وأسامة عمل شغل كويس قوي فيه ويمكن أنا على تواصل مع أسامة على طول ويعني على طول بحب أن أنا بص أنا حبيبي دايما إسلام بحب أن أنا دايما يعني أقول لهم تعليقاتي سواء الإيجابية أو السلبية بحيث أن يعني يخلي بالهم أو يعملوا حاجة يزودوها لو حاجة كويس فبدأت حياة الإعلامية هنا وبعد كده بقى تدركت في الإعلام رحت بقى عملت برنامج تاني في قناة النهار الرياضة وبعد كده رحت قناة دريم يعني عملت شوية لفت لافة وبعد كده رحت للتدريب وأنا في الإعلام جات لي حالة زهق والله يعني جات لي حالة زهق لأن أنا كنت خلاص عارف لما بتشتغل أنت طبعا بتشتغل يومي فجات لي حالة من الملل غير طبيعية بلاس كمان أن أنا مبطل بدري فعندي حاجة كده عايزة روح الملعب عايزة روح الملعب بشكل كبير